في زيارة مفاجئة حطى رئيس النظام بشار الأسد في العاصمة الإيرانية طهران أقرب حليف إقليمي له زيارة الأسد لإيران هي الثانية منذ عام 2011 ويبدو أنها تحمل في المجمل كثيرا من الرسائل للدول في المنطقة خلال زيارة القصيرة يلتقى الأسد ووفده في طهران الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والمرشد الإيراني علي خامنئي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أكد خلال اللقاء أن وقوف إيران إلى جانب نظام الأسد هو ما منع من سقوطه وهو ما رهن عليه بعض الرؤساء العرب وغير العرب في المنطقة حسب قوله معربا في الوقت ذاته عن أسفه الاعتبار أن أجزاء مهمة من سوريا ما زالت تحت احتلال القوة الأجنبية على حد تعبيره أما خامنئي فتحدث عن انتصار نظام الأسد على حرب دولية على حد تعبيره ولم يغفل الدور الإيراني في سوريا وأشاد بما اسمه الإدارة العالية للرئيس الإيراني وحكومته لتطوير العلاقات مع نظام الأسد داعيا إلى ضرورة بذل مساع لتطوير هذه العلاقات بشكل أكبر رئيس النظام وكعادته فقد اكتفى بشكر إيران على دعمها واعتبر أن العلاقات الاستراتيجية بين الطرفين منعت إسرائيل من السيطرة على المنطقة كما أبدى الأسد استعداد حكومته للمزيد من التعاون مع إيران في المجالة الأمنية والسياسية والاقتصادية وهو ما تسعى إليه طهران من أجل ترسيخ نفوذها بشكل أكبر على الأراضي السورية اشتركوا في القناة